أجواء من الفرح سادت بين المقدسيين بعد أن أجبروا السلطات الصهيونية على إزالة الحواجز الحديدية التي كانت قد وضعتها قوات الاحتلال بقوة السلاح في مدرج باب العامود أشهر بوابات البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية أهمية كبيرة لباب العامود لدى المقدسيين فإلى جانب كونه معلما معماريا وتاريخيا ساحرا تحول منذ سنوات إلى ساحة للاحتجاجات الفلسطينية ضد الانتهاكات الصهيونية وسياسات الاحتلال الساعية للسيطرة على المدينة وفرض سيادته على مدرجاته إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبينما اعتاد سكان البلدة القديمة ومحيطها تواجد في باب العامود كساحة للاجتماعات والاحتفالات والأنشطة الثقافية وتنظيم الفعاليات الرمضانية السنوية أكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن شرطة الاحتلال تتعمد التنكيل بالفلسطينيين بشكل يومي وتعمل على تفريقهم بالقوة قوات الاحتلال قامت بمنع الفلسطينيين من الجلوس في باب العامود منذ بداية شهر رمضان من دون أن تفسر سبب المنع ما تسبب بنشوب مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الأمر الذي تسبب بمواجهات عنيفة اعتقلت خلالها الشرطة الصهيونية عشرات الفلسطينيين وجرحت عددا آخر منهم أما سكان المدينة فقد رفضوا قرار المنع الصهيوني وقارعوا الاحتلال في أزقة القدس والبلدة القديمة منذ بداية شهر رمضان احتجاجا على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود ما يحدث في القدس حرك مشاعر الأمة العربية والإسلامية حيث عبر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذا النصر في الوقت الذي أكد الفلسطينيون تمسكهم بثوابتهم ورفضهم لجميع أشكال الاحتلال